السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتكم المتميزة مطبخ وتدابير أمجنين شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية تسعى المرأة العصرية لإهتمام بإبراز جمالها والعناية بشعرها الذي يحتبر من أهم علامات جمال المرأة فقد يتعرض للتقصف والبوتين نتيجة العوامل المتعددة كالتعرض لمؤثرات خارجية كأشعة الشمس وغيرها من الأمور التي تضعف بنية الشعر وتجعله ضعيفا وتقلل من نسبة الكيراتين الطبيعي المتواجد بالشعر المسؤول عن حمايتها لذا جئت لكم اليوم بهذه الوصفة الطبيعية لترطيب الشعر وتنعيمه وكذلك تخلص من قشرة الرأس ولكن قبل ما نبدأ في الوصفة نتمنى بكل واحد تدخل عندي جديد القناة أن يشتريك فيها ويضغط على جرس التنبيهات ليصلكم مني كل جديد لحظة نزوله بالنسبة للمكونات هذه الوصفة نحتاج إلى أول مكون هو الفازلين الفازلين يقلل من تقصف وتقصر الشعر يحد من تغير لون الشعر وبالتالي يمنحه النشاط والحيوية يساعد على زيادة نمو الشعر نظرا لقدرته الكبيرة على تحسين بصيلة الشعر يمنح الشعر لمعانا وكذفة نحتاج كذلك إلى الليمون من أهم فوائد الليمون للشعر علاج مشكلة تسقط الشعر علاج قشرة الشعر منح الشعر الأشقر اللمعان واللون الذهبي تخلص من مشاكل الشعر الدهني كما يقوم بتلميع الشعر المنكون الثالث في الوصفة وهو الحليب يناعم الشعر بفعالية كبيرة يحد من تضرر تقصف الشعر يحد من تسقط الشعر يعطي لمعانا للشعر ونظر الاحتوائيه على العديد من العناصر المهمة لصحة الشعر يطول الشعر ونظر الاحتوائيه على عنصر رجلو تعميه يقلل من جفاف الشعر نعود الآن إلى المكون الأخير وهو البلسف أبخي شامبوين أي أبخي شامبوين يجعل الشعر تلكم طريقة تحضير هذه الوصفة نحتاج إلى أربع ملايق من الحليب ثم نضيف عليهم نصف حبة ليمون نحن عصرها جيدا فوق الحليب ثم نقوم بالخلط الجيد لمدة دقيقة نضيف الأبخي شامبوين أو البلسم ملعقة صغيرة ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفازلين استعملوا أي نوع من الفازلين التي توجد عندكم في البيت وأي نوع من الأبخي شامبوين كما قلت لكم الأبخي شامبوين الذي تشعر على الشعر تلك تستعمله ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا نعود إلى طريقة استعمال هذه الوصفة تحصل على كريمة كما راكم تشوفوا نضع هذه الكريمة على الشعر يكون منشوط جيدا ثم نتركها لمدة نصف ساعة فقط ثم نغسل الشعر جيدا بشامبوين نقوم باستعمال هذه الوصفة قبل كل حمام وفي الأخير نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة لا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته